السلام عليكم اهلا بحضراتكم في تدريبنا الجديدة المهاردة. مهاردة ان شاء الله هنتعرف على استخدام برنامج سوكرتف في اعداد اختبارات الاجتماعية للطلاب. برنامج ظريف صغير كده نقدر وسط المحاضرات بتاعتنا ان احنا نعمل كويس صغير للطلاب ما بيحتاجش تسجيل بالنسبة للطالب. هنشوف مع بعض بيشتغل ازاي. فخلينا نخش كده على سوكرتف. ده بمنطقة البساطة لو حدك مش عارف الموقع بتاعة ممكن تيجي على جوجل حادي وتكتب سوكرتف. وخلي بال حضراتك ان سوكرتف ده في منه حاجتين. في منه تيتشر وفي منه ستيودنت. لقد بمنطقة البساطة حضراتك هتخش كتيتشر. والطالب بتاعك هيخش كستيودنت. فخلينا كده لو جينا في سوكرتف هوم دخلنا على الموقع بتاع سوكرتف. بمنطقة البساطة حضراتك هتيجي تعمل هنا اكاونت. فهتيجي تعمل ساين اوب. وهنا طبعا هنختار النسخة الفري. طبعا النسخة الفري فيها امكانيات محدودة شوية. لكن هم عندهم نسخ تانية بفلوس. طبعا احنا في الغالب ما بنتفعش فلوس. فبنعمل هنا ساين اوب. بيبدأ تدخل منه بياناتك. الفيرس نيم اللاست نيم الايميل بتاعك الباسورد الكلام ده كله. وهنا انت بتعمل تيتشر اكاونت. لان الستيودنت ما بيعملش اكاونت. بيخش على طول عروم بتاعتك. فبيبدأ يطلب منك شوية بيانات. وبعد كده بيعمل لحضراتك الاكاونت. او بيقول لك انا ستيودنت don't need an account. الستيودنت لوجين بيبقى ليه عنوانة هوت. لو انت دوست عليه كده. هيقوم فاتح للايه للطلاب. هيقول له دخل لي الروم نيم اللي انت بتسميها. فخلينا كده لو اجي حاجة اعمل لوجين على الروم بتاعتي. طب خليني كده لو انا عايز اعمل كرياشن لكويز. حاجة هنا في كويزز. هنا ده اللانش ده اللي بيبدأه. لو انا جيت هنا على كويزز. حقدر من هنا اللي انا اعمل ايه? احط اد كويز. واقول له ان انا عايز اعمل نيو كويز. فحابدة اللي انا سميه وليكن مسلا هسميه مترم. او هسميه اي حاجة. انا بس مش عايز سميه كويز وان عشان ما يبقاش زي الكويزات الفاتت. طيب. اقدر من هنا احط اسئلة بقى. عندي امسي كيو. عندي ترو فولس. عندي شورت انسر. فلو حطت امسي كيو. هحط هنا سؤال امسي كيو. هقدر اللي انا اختار اكتب راس سؤال. عندي برضو هنا ميزة ان انا اقدر انسق راس سؤال. ممكن اعمل بولد اتاليك اندر لاين. صب و سوبر سكريبت. او احط فانكشن معينة. اقول بس دي خاصية برو. ماشي. فبكتب راس سؤال بكتب الايجابة الاولانية. الايجابة التانية. الايجابة التالتة. الايجابة الرابعة. فانا كده عملت سؤال الامسي كيو. واقدر طبعا اختار الايجابة الصح. واقدر هنا برضو حط صور. سواء صورة اخلي الاختيار بتاع عبارة عن صورة. بس هنا برضو ده بقى برو. او واقدر اللي انا حط صورة هنا. جنبه مسلا اسأل على جهاز معين. يعني مسلا انا في الصيدالة الصناعية. فعندي هنا مسلا جهاز وعايز اسأل على الجهاز ده. فاقدر برضو اللي انا حط هنا صورة. واقدر احط كمان اكسبلانيشن. لو انا عايز احط اكسبلانيشن بقى الشرح ليه اخترت ده. فهنا بقى موجود السؤال الاول. طيب عايز احط سؤال تاني. ادوس هنا على true false. فهيبدأ يحط لي السؤال التاني. السؤال التاني ادي راس سؤال. طبعا التنسيق موجود. الصورة موجودة لو انا عايز. اقدر كمان احط له true او false. او ادي الاجابة بتاعته وليكن false. النوع التالت من الاسئلة اللي انا ممكن احط شورطة انصر. وشورطة انصر هنا باكتب راس سؤال. وزي ما احنا اتفقنا في الشورطة انصر ممكن يبقى عندي اكتر من اجابة صح. فهنا بمنطقة البساطة كده حاجة هنا اكتب لو هو مسلا نختار الاجابة دي. هتبقى صح. لو اختار الاجابة دي صح. لو اختار الاجابة دي او كتبها هنا مش اختارها. فبمنطقة البساطة كده اقدر اللي انا احدد له الاجابات واقدر بمنطقة البساطة حط اختيارات زي ما انا عايز. فاي حاجة منهم هيكتبها صح هتبقى صح. واقدر طبعا اللي انا ازود اسئلة زي ما انا عايز. فكده بقى عندي السؤال بتاعي. انا كده عملت كويس. طب هعمل له هنا save و exit. يبقى انا كده عملت كويس. لو انتم لاحظين انا اول ما بتريت اشتغل فيه هنا حاجة اسمها rooms. هنا فيه room بتاعتي اللي مكتوبة فوق حسن خمسين 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 دي. ده اسم room بتاعي. ده الطالب لما يجي يدخل على ال room بتاعتي بيقول له انا عايز room name. room name ده هيبقى حسن الخمسينات دي كلها التلات خمسينات دي. واقدر طبعا اعمله edit لو انا عايز. وطبعا لو انا كنت برو اقدر اعمل كزا room على حسب الطلبة بتاعتي. يعني ال room ده بالنسبة له كأنه فصل او team او حاجة زي كده. فاقدر اللي انا اعمل اكتر من واحد. وطبعا هنا هنا بيجيب لي بتاعة الكويس. وهنا الريزلتس بتاعته. فخلينا كده لو انا جيت عملت الكويس زي ما انتم شايفين. وعايزة ادي للطلاب اللي هما يحلوه. هنا الميزة بقى لا محتاج ايميل. ولا محتاج اللي الطالب يكون عنده يقدر يخش هيعمل sign in هيعمل ده حاجة كده في السريع ممكن اعملها جوه المحاضرة. ممكن اسجل عليه غياب اعمل حاجة يكتب عليه اسمه. فخلينا كده نجرب. لو انا جيت هنا عملت الكويس. وجيت بقى عايز اعمل لانش للكويس ده. فاقدر اجي هنا. اقدر من لانش. واقول له كويس. واقول له انا عايز الميت term. واقول له next. هيقول لك انت عايز تفعل الكويس ده ازاي. فيه تلاتة option. فيه طريقة منها اسمها instant feedback. اللي مجرد ما الطالب يجاوب. على طول يزهر له feedback. وطبعا هنا بيبقى require names. يعني انا بمنطقل بساطة كده اللي الطالب لازم يكتب اسمه. اللي هو يعمل shuffle question ولا لأ? shuffle answer ولا لأ? فانا ممكن اعمل shuffle answer. shuffle question لو انا عايز. وبعد كده final score عايزه يزهر للطالب ولا لأ? ده كله موجود عندي. بس نخلي بالنا اللي ده instant feedback اللي هو مجرد ما بيخلص بيديله الاجابة. وبيجيب هلو سؤال سؤال. بيجيب هلو سؤال سؤال. لكن هنا في عندي هنا open navigation. open navigation ده بيسمح للطالب اللي هو يتحرك جوه الاسئلة. يعني يتحرك ما بين لسة الاسئلة مع بعضها. فيقدر يروح ويرجع. في حاجة اسمها teacher based. teacher based ده بيخليني انا كteacher اللي انا افعل السؤال. يعني انا السكويز ده انا دلوقتي مش هيزهر قدامي. طبعا لو دوست هنا بيجيب لي هنا الهلب. فteacher based you control the flow of the question. يعني انا بيبقى ظهر عندي الكويتشن واقول دلوقتي انا هاعرج السؤال ده. فالطلبة تخش تجاوب السؤال ده. بعدها بشوية اعرض السؤال التاني. يعني انا لاتحكم. فهنا you control the flow of question and monitor the response as they happen. you may skip and revisit questions. يتقدر اللي انت اي سؤال تقدر اللي انت تعمله skip لو انت مش عايز الطلبة تجاوبه. فهنا تقدر اللي انت تتحكم فيها. دفعنا الopen navigation لو قفت عليها. the student may answer question in any order. هو يقدر يعمل navigation زي ما هو عايز. وتشينج الانسر. مدال مع دست فينش يقدر يغير الانسر. لكن النوع الانستنت لا. هو فيه order سابت. دي يمشي عليه زي ما انت شايفين. in order. وكانت شينج الانسر. مجرد مختار حاجة. وعمل next ما يقدرش يرجع يغيرها. والفيدباك بيظهر لو انا ايه لو انا مختاره. فهنا دي عندي option. بعد كده دوس start. خلاص كده. انا كده بدأت الاختبار. او. ظهر عندي هنا الميت ترم اجزام. طيب. انا عايز بقى كطالب. اخش اجاوب. انا بقول للطلاب. اخشه على الواقع ده. اللي هو b.socrative.com. او انت كده لو حد فيكو حبيب يجرب دلوقتي معايا. يخش على الموقع. يكتب كده. يعمل search على جوجل. على socrative student. ويخش على student login. ويكتب الروم دي. يجي يكتب حسن. خمسين خمسين خمسين. خمسين خمسين خمسين. ويعمل join. فانا كده ده المنظر بتاع التيتشر. وده المنظر بتاع الطالب. فانا هنا اكتب هنا تامر تاني. وهنا دي result هايط. طيب. فهنا اعلم على الاختيار الاول. وادوس next. اعلم على true false. هادوس next. ابدأ اكتب هنا الشرطة انصر اللي انا عايزها. وبعد كده اعمل finish quiz. فحيبدأ هنا يظهر. هيقول لي are you sure you want to finish? هيبدأ يجيب لي هنا الاجابات هي تبدأ تظهر قدامي. فهو هنا بيبدأ خلاص لو انت complete ده هوت. بيجيب لي اسماء الناس. اقدر اشوف هنا احصائية. كم واحد ما شاء الله كله جاوب غلط هوت. فهنا عندي الاجابات اقدر اللي انا اشوفها. واقدر اشوف الاحصائيات بتاعتهم. وبعد ما اخلص هدا دلوقتي الطالب عمل submit. ومستني السؤال الجديد. مستني الكويز الجديد. انا اقدر من هنا خلاص اعمل finish من عندي. فلما اعمل finish خلاص ما عادش حد حيقدر تاني يخش يشوف المتر او يقدر يجاوب. فهنا finish and all response of the current activity. فكده خلاص اتلغى الحاجة وظهر لي هنا الاسماء لو عايز اشوف الاسماء بقى كل واحد جاب كم في المية او او اشوف احصائية او اشوف ال response. او اشوف ال result. فاقدر اللي انا اشوف اكتر الكلام ده باي من طريقة. يعني مثلا ممكن اعرض النتيجة قدام الطلاب من غير اسماء. اعمل لهم share the screen بتاعتي ده ايت. وانا خافي الاسماء. لكن موريهم الاجابات مثلا الصح. واشوف كم واحد جاوب صح وكم واحد جاوب غلط. فاقدر اعرض الكلام ده من هنا. اقدر اعمل له share اقدر اعمل له export. فده ال report بتاعتي. اقدر برضو اللي انا اجا فعل quiz تاني. اجي هنا من launch. وهجا اقول له هنا ايه? quiz one. واعمل next. وبرضو المرات يخليه open navigation. فحيبدأ يفتح كده قدام الطالب. فهنا الطالب دلوقتي لو عمل refresh هو لسه داخل باسمه. هيلاقي القويز اللي بعد كده اتفتح. او ده قويز كده كنت منجرب في رسمه بتاعه. فهنا ايه? عندي السؤال الاول. ادي السؤال التاني. ادي السؤال التالت. فكده برضو اقدر اللي انا اعمل finish القويز. وطبعا بيظهر قدامي الحاجة هنا. لو انا اجيت عملت refresh في اي وقت لو كان معلق. هقدر اللي انا ايه? اشوف برضو ال result بتاعتي والناس اللي جاوبت عليها. فده هنا يعتبر طول زريفة برضو اللي انا اقدر اتعامل بيها مع الطلاب. لو انا عايز سريعة. مش محتاجة settings. مش محتاجة اي حاجة. الطالب بيدخل على طول من غير link. من غير اي حاجة. مش محتاج اللي انا اعمل له link زي الحاجات التانية. بكده انتهى تدريب النهاردة. بشكر حضراتكم على حصل الاستماع. اشوف حضراتكم ان شاء الله في تدريب جديد. السلام عليكم.